هذه حلقة جديدة من برنامج تدريب في هذا اليوم المميز الذي هو عشرون اثنان الفان وعشرون أعدى فتحايا لكم مشاهدين أينما كنتم الحديث عن التدريب الأعلامي هو حديث شجون وسجال شؤون والكثير من الناس به مفتون وربما يضعونه نصب عيونهم بغية الاندماج في عالم بالمفارقات مشحون فالوسائط الأعلامية المتعددة توفر عبر وسائل الاتصال ما يحاكي المجتمع ويضع النقاط على الحروف لتقديم رسائل تحمل مضامين تخدم المجتمعات بما تجود به من رؤى ثاقبة تحقق أهدافا متعددة نعم أهدافا متعددة وبما أن تطور وسائل الاتصال الجماهرية أصبحت تتسم بالطابع العالمي وتطورت بشكل ضخم وأدت إلى اندماجها بتعدداتها المختلفة والتي كانت في الماضي وسائل مستقلة لا علاقة لكل منها بيالأخرى وبذلك ألغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل فقد أصبح من الضروري تطوير الكادر البشري الذي ينخرط في هذا الميدان هذا الميدان الذي يتسم بالجدية في التعاطي مع الأمور الحياتية فهي مسؤولية جمة لمن يرغب في دخول هذا العالم عليه اهتمت أكاديمية الرواد للتدريب وبهذا خصصت مساحة أو مساحة كبيرة للراغبين والطمحين لنتابع موسيقى برنامج تقييم الذي ابتدرته أكاديمية الرواد وقناة RBC خصص للعمل على التطوير المستمر للمتدربين على المستويين الفردي والجماعي في مختلف الجوانب والمجالة انطلاقا من المفهوم العام لتنمية الموارد البشرية في مجال الأعلام والذي لا يقتصر على التدريب النظري فحسب وإنما يتجاوزها إلى ما سواها من الجوانب والمجالات العلمية التي تضم تجربة الفرد والجماع معكم شهرزات جوالي مبسوطة كتير أن أنا حضرت في يوم التقييم اليوم المفتوح تعرفت على أحلى مجموعة وتعرفت على العاملين في قناة الرواد الفضائية وصراحة أخرجت كل ما بداخلي لأن لم أكن أتوقع أن أخرج كل هذا ولكن حسيت أن أنا في بيتي ثاني لم أشعر بالغربة وذلك من خلال رصد مظاهر الاحتياج والخلل والضعف والعمل عليها وتوضيح أسبابها وآثارها وأهمية التصدي لها والعمل على معالجتها والنهوض بها بمشاركة كافة الجهات المعالية وباختيار القوالب الفنية البرامجية المناسبة بحسب نوع وطبيعة المجال موضوع التنمية والتطوير وذلك من خلال رصد مظاهر الاحتياج والخلل والضعف والعمل عليها وتوضيح أسبابها وآثارها وأهمية التصدي لها والعمل على معالجتها والنهوض بها بمشاركة كافة الجهات المعالية وباختيار القوالب الفنية البرامجية المناسبة بحسب نوع وطبيعة المجال موضوع التنمية والتطوير أنا هيبا من سوريا عمري 25 سنة نحن باليوم الثاني لبرنامج التقييم هي فكرة فريدة من نوع وجريئة خاصة أنه عندي أنا خبرة بمجال الرايديو فكانت تطلي عبر الكاميرا فكرة جريئة وفريدة أيضا وضافت لي المزيد كل التوفيء لا إلي ولا زملائي وتنوعت مواهب المتدربين مداركهم التي تتفرع عن كل مجال من المجالات الموضوعية للوظائف مجالات موضوعية تفصيلية أخرى في ضوء رؤاهم وأهدافها وهكذا تكونت لنا شبكة الموضوعات الخاصة بكل متدرب أي بكل نوع من أنواع البرامج حددوا بذلك الإطار العام لهم ومشكلة بؤرة الاهتمام والتركيز والقاعدة الأساسية لتحديد موضوعات خاصة تماشيا مع المرحلة الأولى التي بدأت بها أكاديمية الرواد للتدريب عبر التواصل مع الطامحين والراغبين بسقل مواهبهم وعبر دورة التدريب التي تتميز بأنها مرحلة انتقالية تتطلب الانسجام والانخراط في التدريب وترسيخ الأمام بالقدرات الذاتية لكل من المتدربين فقد تم تحديد المجالات التدريبية المراد تزويدهم بها وتحديد نصيب كل منها من الحصة الزمنية المقررة لحسب ترتيب الأهمية والأولوية للتدريب يعمل التدريب على إعادة بناء الهوية الإعلامية للمتدرب وفقا لمفهوم الرسالة الإعلامية ومقتضيات المرحلة ومتطلبات التواصل الإعلامي ويهدف إلى تنمية هوية الفرد وتعميق فهمه في ضوء مكوناته الفكرية إذن في هذا الفيريو تايب أو هذا التقرير كان صوت شهرزاد جوالي وهبا الدهرلي عال كما شاهدنا بمعنى أنهم كانوا يفكرون ويتحدثون على الكاميرا بصوت عال نستطيع أن نقول بأن جوال شهرزاد لديها شغف وما زال لديها شغف بعد هذا الظهور وبعد هذا الكلام الذي قالت وهبا الدهرلي نستطيع أن نقول أيضا بأن كان لها أو نستطيع أن نقول بأن صوتها حاضر وجميل ولديها شغف وكما قالت لديها خبرة سابقة في التعليق الصوتي أو في المجال الإيداعي ولكن في هذا اليوم المميز الذي هو اثنان أو عشرون اثنان الفان وعشرون يا ترى هل ستحصل أو هل ستحصل كل من شهرزاد جوالي وهبا الدهرلي على فرصة الظهور بشكل رسمي من خلال التدريب على RBC TV إن كان في تقديم نشر أخبارية بنسبة لهبا أو في تقديم محتوى إعلامي مميز من أعداد وتعليق شهرزاد جوالي الملتحقات في أكاديمية الرواد للتدريب سنرى الملتحقات في هذه الأكاديمية وقناة RBC قناة RBC وأكاديمية الرواد للتدريب جعلنا من هذا اليوم وجعلنا أيضا من نستطيع أن نقول هذا اليوم المميز أعطيناهم الفرصة في خوض غمار التدريب نعم جعلناهم يخوض غمار التدريب الأعلامي على الهواء مباشرة أعود وأكرر نعم على الهواء مباشرة غمار التدريب الإعلامي من خلال الأكاديمية التدريب الإعلامي وهذا العالم المليء بنستطيع أن نقول المفارقات والتجاذبات والأحداث ودور كل واحد أو أحد منهم بأن يقدم محتوى أو بأن يعلم الناس بالأخبار والأحداث الحقيقية وما يحصل في التحديد ويقدموا محتوى يليق بما يريدون أن يقدموه للجمهور المتلقي ولكن لنرى أيضا ماذا لدينا في هذا التقرير يوم آخر يطل فيه الشباب للتحليق في فضاء الإعلام من خلال ما أتيح لهم في أكاديمية الرواد للتدريب بغية اكتشاف قدراتهم ومن ثم تحديد متطلباتهم المعلوماتية ثم العمل على سقل مواهبهم في اتجاهات اختياراتهم كما نرى زخما من تفاعل وجدية في التناول والتركيز في التعاطي مع المشهد تعتبر وظيفة التدريب من أكثر الوظائف اتصالا بطبيعة الإعلام المرئي حيث يعتبر جهاز التلفزيون في الأساس جهاز اتصال بأغراض عديدة منها التدريب بطريقة غير مباشرة بما يمتلكه الإنسان كمصدر لإيصال الفكر فضلا عن كونه مصدرا للمعلومة والتعلم أكاديمية رواد وقناة RBC تعتبر هذه الوظيفة الأكثر شيوعا في الإعلام المرئي والمسموع والأكثر جذبا للمتلقي وتحتدم فيها المنافسة بين المؤسسات الإعلامية لدرجة تدفعها أحيانا لتجاوز القيم والأعراف والمكونات الثقافية للجمهور المتلقي وقد حرصت قناة رواد على القيام بهذه الوظيفة مع الالتزام بالقيم والأعراف والمكونات الثقافية لجموع المتدربين الراغبين في ولوج عالم الإعلام واستثمار التدريب ليجمعون إلى جانبه أغراضا أخرى تساهم في الارتقاء بالقدرات والإدراك العام للمتدربين بحماسهم للانخراط في خضم هذا المجال تحديد أساليب التقديم والاستعداد المعنوي والنفسي للمقدمين ورهن ذلك بالقدرة على صياغة نصوص الموضوعات لأنواع البرامج المطلوبة بحسب الوظائف المحددة لها لتصبح كل وظيفة عنوانا لأحد الأنواع الرئيسية للبرامج هذا ما استقاه المتدربون وما توفرت لهم من معلومات للاستزادة من منهل أكاديمية الرواد الأكاديمية بكوادرها التدريبية عمدت على تمليك هؤلاء الشباب المفاهيم العامة لفكر الاتصال الجماهيري في مجال الإذاعة والتلفزيون ومناهج البرامج اللازمة لوظائفها المتنوعة مع التركيز على البرامج اللازمة لوظيفة التنبية وذلك بعد أن تم تحديد المجالات الموضوعية التي تختص بها كل وظيفة من الوظائف واختيار ما يتناسب منها من الرسالة الإعلامية وأهدافها الاستراتيجية وطبيعة العمل التلفزيوني إذن نحن في أكاديمية الرواد للتدريب وقناة RBC جعلنا من خوض غمار التدريب الأعلامي وعالم الاتصال الجماهيري والمعلومات والأخبار أبرز محتويات رسائلنا في خدمة المجتمع بشكل كبير في مواكبة دقيقة مع تطورات راهنة في تكنولوجيا الوسائط الإعلامية المتعددة بزيادة فعالية فريق العمل الذي يكرس كل جهده فالاتصال بمهامه على الصعيدين النظري والعملية في مجال التدريب وإتقان التعامل مع تطورات الرهنة في تكنولوجيا الوسائط الإعلامية المتعددة خاصة في مجال الإرسال والاستقبال التلفزيوني وبالإضافة إلى الإنترنت الذي كانت لها هذه الشبكة أثرها على بعض الوسائل وهذا ما تسعى الأكاديمية إلى توفيره للمتدربين لنتابع تأثير الرسالة الإعلامية في اتجاهات المحتوى يلعب دورا واضحا في التأثير في اتجاهات الأفراد نحو التقبل أو الرفض وتتضافر عوامل كثيرة في تحريك وتوجيه هذه الاتجاهات منها التعليم والطبقة والعلاقات الاجتماعية ووقت المشاهدة تلجأ وسائل الإعلام إلى أساليب مختلفة لإقناع الجمهور بجدوى الرسائل الموجهة إليه والدعوة إلى التفاعل معها يتم ذلك من خلال جهود متتالية تستهدف استمالة العقل والعاطفة لدى الفرد المستهدف بطريقة غير مباشرة في معظم الأحيان نحن نحن نعكس أفضل صورة مشرفة للمشاهد وثمت استمالات عدة تستند إليها الرسائل الإعلامية في حملات العلاقات العامة لإحداث عملية الإقناع منها تسهم الرسائل الإعلامية في إحداث تغيرات جوهرية في طريقة فهم استيعاب الجمهور توجيه الجمهور الوجهة السليمة للتعامل مع الموضوعات وإدراك مراميها نشر المعرفة وهي تلك الثقافة التي يمتلكها الجمهور من خلال وسائل الإعلام تقديم معلومات جديدة تختلف عن معلوماته السابقة وخلق صور ذهنية مختلفة تتضافر عوابل كثيرة في تحريك وتوجيه الرسالة الإعلامية والمعروف أن الرسالة الإقناعية فيها العديد من القرارات بالنسبة لشكلها ومضمونها ومعظم هذه القرارات لا يمليها الهدف الإقناعي للرسالة فقط بل يمليها أيضا خصائص الوسيلة ونوعية الجمهور المستهدف والظروف المحيطة به وانطلاقا من ذلك ترمي الرسائل الإعلامية إلى أمور عديدة منها تعديل أنماط السلوك وتغييرها في الاتجاه المستهدف أو إكساب الجمهور عادات سلوكية جديدة وتمثل هذه المرحلة أصعب مراحل العملية الاتصالية إذ أن وسائل الإعلام تبدو ضعيفة الأثر في إحداث تغيير ما وتكون أطعف إذا كان هدفها تغيير السلوك إذن مشاهدين أهم ما هو في المجال الأعلامي أو في الوسائل الأعلامية هو أن يكون هناك رسالة أعلامية وحتى يكتون هناك رسالة أعلامية على الأعلامي أو من يعلم الناس بالمحتوى أو الخبر أو يقدم لهم أي شيء تلفزيوني أو إذاعي يفيدهم عليه أن يبني مصداقية في البداية بينه وبين الجمهور المتلقي وهذا ليس بالأمر السهل نعم المصداقية مهمة جدا لكي يثق الجمهور بما يقول هذا الشخص الذي يعلم الناس إن كان مراسلا إن كان مديعا إن كان مقدم برامج وإن كان أعلاميا مخضرما له باع طويل في هذا المجال ومن ثم نستطيع أن نقول بأن على المحتوى المقدم يجب أن يكون مميزا يختلف عن المعلومات التي يملكها المتلقي أي يقدم معلومة جديدة معرفة جديدة لكي يضيف لما يملكه المتلقي من معلومات عن موضوعين ونحن نتحدث عن الأعلام في زمن السوشيال ميديا الأعلام الجديد الذي يسعى والذي ولد في عصر المعلومات وذلك في ضوء ظاهرتين بارزتين تميز بهما هذا العصر نستطيع أن نقول بأن ظاهرة تفجر المعلومات بشكل غير مسبوق وظاهرة الاتصار عن بعد حيث حمل هذا النمط الأعلامي الجديد كل مظاهر العصر الذي ولد فيه أو ولد فيه وتنقضاته واكتسب سمات جديدة تميزه في المفهوم والوظائف والتأثير عن النظم الإعلامية السابقة وهذا ما استوعبته أكاديمية الرواد للتدريب ومن ثم أو من ثم يسعى للتعريف بالأعلام الجديد وتوصيل تلك المعلومات للمتدربين وتحديد سماته والعوامل العوامل التي أسهمت في ظهوره وتطوره وتحديد الوسائل التقنية التي يستخدمها في توصيل رسائله الاتصالية وبالإضافة إلى التحولات الكبرى في صناعة الصحافة المطبوعة والوسائل الإلكترونية والسينما والإذاعة وأيضا التلفزيون وذلك عبر دورات تدريبية مكثفة تحقق الوعي الكافي للمتدربين الطامحين والراغبين الحياة المجتمعية تدور فيها متناقضات مختلفة تكون دائما محاور للفرد في تعامله مع معطيات الواقع ولكن تبقى معالجتها تعتمد على أمور متعددة منها الوعي فكيف يمكننا الدخول في هذا العالم لاستقاء ما يفيدنا لإيجاد الحلول المناسبة لكل لما سنواجهه من أمور متداخلة في حياتنا يختلف مفهوم الوعي بين فرد وآخر كما ويختلف بين المجتمعات فإدراك واقع الحال وما يدور في مكان ما يشكل الوعي المناط بالذاكرة الانفعالية في ذلك المكان وبالتالي يكون هو المحتوى الفكري لفئات ذلك المجتمع فيما يتعلق به ووعيه يفرض الارتقاء بدرجات الوعي والتعامل معه كوعاء واسع يتحمل فقط الإيجابيات المطلقة لتأسيس قاعدة عامة كنموذج تحتذي به كل المجتمعات كقاسم مشترك ولا يتأتى ذلك إلا بتفخيم مكارم الأخلاق التي هي خارطة الطريق لمسارات الوعي والذي تميزه بملكات المحاكمة المنطقية الذاتية والقدرة على الإدراك الحسي للعلاقة التي تربط الكيان الشخصي بمحيطه الطبيعي فمن يلتزم مسارات الوعي يستطيع الدخول إلى عوالم مفتوحة من درجات الإدراك وتصنيفاتها كمنصات في داخله تستطيع تصنيف مدارات الوعي تجاه الإشكالات والمشكلات التي تشكل له أزمة أو صعوبات ويكون السبيل إلى بلوغ الحلول منفذ كبير يخرج به إلى براحة من الأزمة وعليه نرى أنه من الممكن أن يتحل الفرد بفن الإدراك وحسن الخلق مع تثقيف النفس وسقل معرفته وتطوير ذاته تجاه بعارف مختلفة لتشكيل وعيه حيث أن الوعي يصاحب كل أفكار الإنسان وسلوكه كما أنه مرتبط بمجموعة الأحاسيس والمشاعر التي تكمن في أعماق الذات وبذلك ستكون أمور الحياة والمعيشة بالنسبة له أكثر سهولة بفضل ما اتسبه من وعي كاف جراء إمامه بما استقاه من ثقافة مجتمع كونت بذاته أفق جديد من الوعي إذن مشاهدين الوعي والإدراك وكما شاهدنا هو جزء من الاتصال الجماهيري الذي ربما قد يأتي مسبقا قبل البدء في العمل في المجال الإعلامي وأيضا يمكن أن يأتي تباعا نعم يمكن أن يأتي تباعا ولكن الجدير بالذكر هنا بأن المسئولية الاجتماعية التي ستشعر بها وأنت تعمل في هذا المجال وأنت تقدم محتوى وأنت تقدم رسالة ستجعلك شخصا مختلفا تعطي معنا آخر لحياتك العملية بأن عليك مسئولية أن تقدمها للمجتمع الذي تعيش فيه فإدراك أكاديمية للتدريب بأن مجتمع الاتصال الجماهيري هو المجتمع الذي يعتمد اعتمادا أساسيا على المعلومات والأخبار الوفيرة كمورد عفوا استثماري وكسلعة استراتيجية ونستطيع أن نقول كخدمة ومصدر للدخل القومي وكمصدر للقوى العاملة مستغلا في ذلك إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة هذا قررت استخدام المعلومات بشكل واضح للتدريب أتحدث عن أكاديمية الرواد للتدريب وفي تشكيل فكر المتدربين حول أوجه الحياة الاقتصادية والتقافية والاجتماعية نعم الاجتماعية بغرض تحقيق التنمية المستمرة وتحسين نوعية الحياة للمجتمع والأفراد وتمكينها من القدرة على جمع البيانات وتصنيفها وتخزينها واسترجاعها وبثها بأكبر كميات ممكنة لأكبر عدد ممكن من الأفراد وفي أقل وقت ممكن أيضا كذلك يعتمد مجتمع المعلومات المنظم على نستطيع أن نقول على الاتصالات الفورية من الأنواع كلها ومن بينها القدرة على الاتصال غبر المسافات المسافات البعيدة لنرى يعد الإعلام التنموي الجهاز العصبي لعمليات التنمية وهدف الإعلام التنموي الأساسي هو تعظيم مشاركة المجتمع في كافة عمليات التنمية وتحويله إلى مجتمع مساند للعملية التنموية وتحويل أفراد هذا المجتمع إلى وكلاء التنمية والتغيير ضمن المنظومة الإعلامية الرئيسية أو الفرعية المتخصصة في معالجة قضايا التنمية والإعلام التنموي فرع أساسي ومهم من فروع النشاط الإعلامي يعمل على إحداث التحول الاجتماعي بهدف التطوير والتحديث أو بمعنى آخر هو العملية التي يمكن من خلالها توجيه أجهزة الإعلام وسائل الاتصال الجماهيري داخل المجتمع بما يتفق مع أهداف الحركة التنموية ومصلحة المجتمع العليا ينبغي الأخذ في الاعتبار المعوقات التي تواجه الإعلام التنموي أثناء قيامه بعملية التنمية والتي من أبرزها غياب التخطيط وندرة التدريب وقلة الخبرة ضيق الوقت وعدم تحديد المساحة الزمنية المتاحة للمعالجة نقص وعدم شفافية المعلومات المتوفرة لوسائل الإعلام التنموي عجل الإمكانيات المادية المتاحة أمامه وعدم التزامه بالموضوعية في الموضوعات المقدمة تخلق الجهود الاتصالية المخططة لها والمقصودة التي تهدف إلى خلق مواقف واتجاهات إيجابية وصديقة للتنمية وبذلك فإن الإعلام التنموي غير معني بصناعة التنمية ولكنه يهيئ الظروف الاجتماعية والثقافية والنفسية للأفراد والجماعات من أجل أن يستجيبوا للخطط والبرامج التنموية بشكل فعال ويفسر حسب فهم البلدان للأسس التنموية إذ اعتبر بأن التنمية في الأصل تنمية اقتصادية يصبح الإعلام التنموي عندئذ أقرب إلى مفهوم الإعلام الاقتصادي ويحتاج إلى التطور البطيء كما ونوعا مما يجعله عاجزا عن مواكبة الحياة التنموية في المجتمع سيطرة مشاعر القلق والتوتر لدى الجمهور ونظرة الإعلام لدوره على أنه غير مؤثر عدم تحر الدقة في المعلومات المقدمة والسيطرة العشوائية في الطرح الاتجاه للحالة الديناميكية خارطة طريق للنمو الاقتصادي والاجتماعي الإعلام التنموي هو أحد فروع الإعلام المتخصص ويهدف إلى الإسراع في تحول مجتمع ما من حالة الفقر إلى حالة ديناميكية من النمو الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق وسائل الاتصال المختلفة عن طريق التخطيط والتنصيق الجيد وكذلك عمليات التثقيف والتعليم واكتساب المهارات تستند نظريات الإعلام التنموي على الأسس العلمية لنظريات الإعلام بالتزاوج مع نظريات التنمية المتنوعة وهذا التزاوج في الأساس خلق العديد من نظريات الإعلام التنموي حيث دمج بين الأبعاد الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإعلام وأدواته المتجسدة في وسائل الاتصال التي تلعب دورا حيويا في تثليل العقبات التي تواجهها التنمية إذن مشاهدين نستطيع أن نقول بأن الأعلام التنموي قريب من الأعلام أو إلى مفهوم الإعلام الاقتصادي وكما شاهدنا بأن هناك أعلام اقتصادي أعلام تنموي حتى هناك أعلام حربي على سبيل المثال نعم ونستطيع أن نقول بأن بهذه الحلقة تحدثنا أيضا عن الوعي الفكري والذي يسبق دخولك إلى هذا المجال أو قد يأتي بعد خوضك غمار هذه التجربة التجربة الأعلامية نعم وشاهدنا أيضا في بداية الحلقة كل الشباب والمجموعة التي التحقت بها الأكاديمية وخضعوا ليوم التقييم يوم الكاستي وأيضا قاموا ورشة عمل تدريبية على الهواء مباشرة وقدموا محتوى إعلامي لأول مرة على الشاشة على الهواء مباشرة رأينا بصوت عالي هبة الدهرلي هذه الشابة الموهوبة لديها صوت جميل وإذاعي وقالت بأن لديها خبرة إذاعية في التعليق الصوت أيضا ولكن أيضا شاهدنا جويل ليست جويل شهرزات شهرزات جوالي هذه السيدة التي هي قديرة في العمر وفي المقام عملت في الصحافة أيضا من قبل ولكنها كان أستطيع أن أقول أليت عملها في تغطية الفعاليات في تغطية المناسبات أي كان يقتصر عملها على أعداد التقارير والتعليق الصوتي ولكن في هذا اليوم المميز الذي هو عشرون اثنان الفان وعشرون هل سيحصل كل من الملتحقين إلى أكاديمية الرواد للتدريب على برنامجه الخاص برنامجه الخاص ويتدرب عليه هذا ما ستقوله الأيام القادمة إلى ذلك الوقت مشاهدين برنامج تدريب يطل عليكم يوميا وهذه الحلقة أيضا ستوعاد فلا تذهبوا بعيدا عن شاشة RBC TV أما الآن لم يبقى إلا أن أودعكم أن أودعكم حتى أنا أحيانا نستطيع أن أقول أنني أتلعثم في التقديم ولكن نستطيع أن أقول بأن حتى هذا أتلعثم عليك أن تتجاوزه أي أنا مثال حي أمامكم بأنك مهما واجهت الصعوبة في التقديم تلفزيوني إن كان لك أو لديك خبرة أو أول مرة أو كنت في حالة ذهنية غير مستقرة نوعا ما لا تشعر على ما يرام أستطيع أن أقول مشاهدين بأن هناك مفاتيح تستطيع أن تتجاوز بها هذه العلقة وهذه الصعوبات كما أفعل الآن لم يبقى إلا أن أختم هذه الحلقة وتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة